لكن خلاص كنا بقولوا كيف جاء هذا المكس أنت جاوبت عليه أنه فعلا كيف أسامة وهاني طب هم يعرفون أول ما يعرفون بعض كيف اللي اختارهم قال هذول يلايقين على بعض فعلا جاءت صدفة صدفة محت صدفة ترى يعني الشبكة كلمتني وما يدرون أن الإدارة في مصر كلمت أسامة الصافي هم على اعتقادهم أن أسامة حيقدم نسخة ثانية نفسه فجئنا سبحان الله صرنا مع بعض جاءت الحلقة أنا قطعتك بشيء تقولي جاوقت التصوير جاوقت الأستاذ أيمن لاشين الله يمسي بالخير كان مدير الشبكة مدير مركز القاهرة في تلك الفترة فجاء قال أنا عندي مشكلة وما أدري إيش أنا أسامة حسبنا في مشكلة عويصة يعني فقال إحنا عندنا المسابقة مرحلة أولى مرحلة ثانية النهائي المرحلة الأولى اللي فريقين يتأهل واحد يطلع واحد بعدين كل اللي تأهلوا هذه المرحلة الثانية بعدين النهائي فقال هل أخلي أسامة يقدم المرحلة الأولى وهان يقدم المرحلة الثانية بعدين واحد يقدم المرحلة الأخيرة وإلا الأثنين تقدموا المرحلة الأخيرة فأنا وأسامة قاعدنا نضحك قلنا يا أستاذ أيمن ترى ما لا داعي ترى يعني الأمر مو منحرج منكم وإن ما يحرشكم مو منحرج لا مو منحرج هو يخشى أنه ما في كيميا إذا دخلنا أيوه ما في توافق بيننا الأثنين يعني فقلنا يا أستاذ أيمن يعني خلها زي ما هي خلنا نطلع مدام البرنامج تسجيل خلنا نطلع حلقة الأولى ونجرب وشوف إذا كان الأمر تمام أو لا لما نطلعنا الحلقة الأولى قال أيمن لاشين قال والله يعني ما نمصدق أنكم لأول مرة تلتقون مع بعض لحنا أول مرة نلتقي يعني فجاءت الحلقة الثانية المستوى طبيعي مستوى رتباء لأنه صار كل واحد يعرف مداخل الثاني والسوالف ومتى يوقف ومتى يتكلم وسبحان الله أنهينا المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الأخيرة فأستاذ أيمن لاشين قال والله يعني أصبتوني بحيرة أنه أول لقاء بينكم وهذه الكيمة اللي طلعت بينكم في النسخة برنامج مسابقات ذيك الفترة ترى أن أعتقد ذيك فترة طفرة التلفزيون